مرحباً من جديد هذه المحاضرة من محاضرات مهارات اللغة العربية سوف نتعرف فيها على البحث والمقترح البحثي البحث هو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة البحث العلمية البحث فيها هو عن معلومات لخدمة موضوع معين يكون قد اختاره الباحث مسبقاً وجمع له ما يجب أن يجمعه لهذا الموضوع الخطوات التي يتبعها الباحث أولاً اختيار موضوع البحث هذه أول خطوة وهي من أهم الخطوات في البحث ولها الأثر الواضح والبارز والكبير في الخطوات التالية فإذا لم يحدد الموضوع بدقة تختل بقية الخطوات ويتعثر سير عمل الباحث وموضوع البحث يصاق في عنوانه بطريقة مكثفة وواضحة ودقيقة تكشف عن هذا المضمون الذي يتناوله البحث ثانياً اعداد خطة البحث وتكون على النحو الآتي أولاً يضع الباحث عنواناً دقيقاً وواضحاً كما أسلفنا يكون هذا العنوان موضحاً للمضمون الذي يتناوله هذا البحث وبعد ذلك يوضح الموضوعات الرئيسة التي تتفرع عن موضوع البحث ومشكلته الكبرى تتكون أجزاء الخطة مما يأتي الخطة التي هي الخطوة الثانية بعد اختيار الموضوع المقدمة وهذه المقدمة يعني يوضع فيها أهمية البحث أسباب اختيار الموضوع الأهداف التي يتوخاها الباحث الهيكل الذي سوف يسير عليه في دراسته وكذلك المنهاج أو المنوال الذي سوف يتناول به الموضوع الذي يشتغل عليه وكذلك الدراسات التي سبق أن تناولت مثل هذا الموضوع وكيف تتقاطع أو تختلف مع هذا الموضوع وما الذي سيفيد الباحث به منها بعد ذلك يأتي صلب البحث هذا الجزء الثاني من الخطة صلب البحث اللي هو هيكل البحث المحتوى محتوى البحث وفيه أو يشتمل عادة على الأبواب والفصول والمباحث والمطالب التي يتضمنها البحث فالبحث لا بد أن يكون مقسماً هذه التقسيمات حتى يكون واضحاً وتكون المعلومات فيه ظاهرة وبينة لمن يقرأه كذلك تشتمل خطة البحث على الخاتمة والخاتمة هذه هي خلاصة لما توصل إليه الباحث من نتائج وما توصل إليه من توصيات أو ما يقترحه من توصيات كذلك فإن الخطة تتضمن ملاحق هذه الملاحق ليست بالضرورة تكون موجودة في كل بحث هناك بحوث تتضمن خرائط تتضمن حسب موضوع البحث وحسب طبيعته تتضمن استبيانات تتضمن صور ما إلى ذلك يعني من ما يحتاجه البحث وأخيراً من أجزاء خطة البحث الفهارس والفهارس هذه هي التي تكون يعني هناك فهارس للموضوعات هذا فهارس لا بد أن نجده في كل بحث وهناك فهارس مثلاً للأعلام فهارس مثلاً بعض الموضوعات بحسب طبيعة البحث تكون هذه الفهارس ثالثاً جمع المصادر وقراءتها هذه خطوة ثالثة من الخطوات التي يتبعها الباحث جمع المصادر وقراءتها هذا عملية سابقة لكتابة البحث هي التي ستعين الباحثة على توفير المعلومات اللازمة التي تغذي الموضوع والتي تساعد على بلورة الأفكار وترتيبها وتجميعها وتنظيمها فهكذا يأخذ الباحث في استقراء أي قراءة مسحية قراءة مسحية لمراجع تخدم موضوع وتتصل به ويحدد منها ما يفيد موضوعه ويجمعها ويرتبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر